اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتغل مع بابا وعمه وكنت بكلم عصومي نعم مين يا ماما مين عصومك ده عصومي ابن خالتك عصام يعني عصام الشفعي ايوه هو اصل زي ما انت عارف بيشتغل في الشركة وهو قال انه هيضربني عشان نمسك الشغل اوبس الشكل كده هتأخر وايه اللي جابها في دماغك انك تشتغلي بابا وعمه كبروا في السن وكمان هم طالبوا مني ان اقولك وانروح نتعلم سوا ونمسك الشركة بس انا عارفاك مش بتحب الشغل والكلام ده يا سلام ومنقلك بقى ان شاء الله بين عليك يا ادهم هي انا عصومي ما شاء الله عليه زكي وبحب الشغل بقولك ايه عصومي بتاعك ده بتاع بهايم مش بيفهم في حاجة ازاي يعني ادخلته قالتلي انك متفوق طول سنين الدراسة ما حصلش طب فاكر واحنا صغيرين لما كان دايما بيطلع الاول مش فاكر حاجة ومش عايز افتكر روحوا شوفوا رايحة على فان يلا باي ادهم سيو خرجت وانا فرحانة جدا لان عارفة ان ادهم مش بيتيق عصوم وكانوا منهم صغيرين ودايما فيه بينهم تنافس وبعدها روحت على الشركة وطبعا كنت متفقى مع عصاما على كل حاجة هتحصل ومفاهما لانا هستغله عشان ادهم يتغير للاحسن وكمان كنت مفاهما انه هيقرب من الرقصة زيزي ويشغلها عن ادهم على فكرة يا امر انا وفقت عشان خلطت حالة علي وعشان كمان خدت بالي انك بتحب ادهم ايه ده انا مش بحبه مين قالك كده احنا اخوات بس متأكدة ايه طبعا طب يلا نبدأ الشغل وبعد كده عدت مع عصام وفادل يشرح لكل حاجة وانا فضلت مركزة معاه اما ادهم بقى فهو قاعد في البيت مش طيق نفسه بيفكر يروح لأمر بس في نفس الوقت مش عايز يبانه انه بيغير عليها اتدخل قودة التدريب وفادل يجرع المشاية مالك مش طيق نفسك كده ليه مفيش هو ايه اخبارك انت وامر يعني ايه يعني اخباركم اقصد حياتكم مع بعض مفيش حاجة بينا انا اتجوزتها عشان الوصية مش اكتر اه يعني ناوة طلقة بالزبط كده طب كويس اصلي خالتك بتدور على عروسها العصومي وبما انك مش هتكمل مع امر فانا هشرح كل حاجة لخالتك وتتجوز هي عصومي بتهزري صح؟ لا وهزر ليه جاية تقول ليه هجوز مراتك لابن خالتك يوه ما انت هتطلقها وكمان مش متجوزين بجد مش انت لسه ايل ما فيش بينكم حاجة متضيق ليه بقى ريح نفسك يا ماما امر بتحب حسام واتتجوزه لا ماهو امر عرفت انها ما كانتش بتحب حسام هي قالتلي كده بلسانها انا مالي تحب اللي تحبه وتتجوز اللي تتجوزه والله انا قلت اخد رأيك وبما ان رأيك كده تبقى مش هتمنع انهم يقربوا من بعد عشان يتعرفوا اكتر بصي انا مش هتعصب بمنتهى الهدوء كده ما ينفعش الزفت اتقرب من الزفت عشان هي لسه على زمتي قدام الناس واما انت خايف على شكلك العام كده اللي ما رحتش معا الشركة على اقل قدام الناس تكون مع مراتك مش هي تشتغل وانت قاعد لنا في البيت قالت لي كده وخرجت وانا كنت خلاص جيت تأخري لبستباد لو روحت عالشركة الطب سلام سلام يا خالته قافلت معها واتلع تجري على مكتب عصام هو في ايه امر هادهم جاي خالته لسه مكلماني ربنا يسطر اصل هادهم ده طول عمره غبي ما تقلقش تشرب ايه انا هطلب عصير قهوة زيادة بجد ده هادهم كمان بيحب القهوة الزيادة لا فعلا واضح انك مش بتحبه من الصبح اما لا تقولي لي ادهم بيعمل ادهم بيحب انا انا ما عملتش كده ماشي يا سيدي هعديها قولي لي اقرب ازاي من الرقاصة دي بص يا سيدي انت لازم تصرف جامد وترمي فلوس قدامها كتير ده طبعا بقى غير الهدايا طبعا هجيب منين كل ده ما تقلقش يا سيدي احنا هنمولك بالفلوس انت بقى قعصام مش هتحتاج اي مجود معاها هي هتقع بسرعة لانك بصراحة جين تلمان ووسيم قوي نعم هو مين ده اللي وسيم الله يرحمني كنت طيب ابن حلال ادهم انت جينت اتفضل اتفضل يا ادهم المكتب نور بصراحة مش انت اللي تقولي اتفضل ولا لأ دي شركتي انا هو في اي ادهم هو ما قالكش حاجة عشان تتعصب عليه كده هو انت بتدافع عنه ليه ها مش بدافع بس اسلوبك مش حلو وبعدها دخل بابا وعمه على صوتنا هو فيه يا ولاد في حاجة يا ادهم بتعمل ايه هنا جاي شركتي عشان اشتغل يا بابا بجد طب ده شيء رائع هشتغل هشتغل وهمسك الشركة وحضرتك ممكن ترتاح كمان هكون مدير اي حد هنا الله يخرب بيتك يا امر هتوديني في دهية كانت شورتك مهببة يا شيخة ده انا اصلا علاقتنا وهو بايزة ومن غير حاجة اني خلص بس وانا هفهم انك اصدق خير ده انا لو عشت لحد ده ما نخلص هو بعد كده لات ادهم جاي ومسك ايدي جامد وقال لهم عن اذنكم يا جماعة انا رايح انا ومرتي على مكتبي وعمه صالح كانوايف هيتير من الفرحة اني ادهم اخيرا اتغير واول ما دخلنا المكتب لقيته زقيني وقفل الباب المفتاح لا بقولك ايه انا بفكرك ادننا في الشركة وما ينفعش تمدي ايدك علي وبصراحة كده انت ايدك تقيلة اوي انا ده انا هنفخك واخليك زي البلونة بتاعت الافراح ومش بس كده ده انا كمان احطك ادنى باب الشركة عشان اللي رايح واللي جاي يتفرج عليك يا امر انت راجل مفتري انا عملتلك ايه يعني بقى بتعكس الراجل مفيش ادب مفيش احترام ليا طب وحيات سدك اللابلوبي معك استحد ادنى بقول رأي فيه نيتي خير لا والله وانا مش راجل بقى عشان مراتي تروح تقول لراجل ثاني انت واسيم اطعل ثاني يا ادهم اهو ارتحت دلوقتي لا مرتحتش انا استسلمت مفيش مكان اهرب منه بس وحيات الغليل ما تضربش جامد هقربت منه ورح مسيكني جامد قوي اه اه يا ادهم ايدك تقيلة قوي ده انا لما روح البيت هربيك بس مبدئيا مفيش قاعدة مع عصام من غيري ومفيش اي كلام معاه هخصمه حاضر حاضر مش عايزة اسمع صوتك ضربة في بطنك بالليل روحت عالكباريه وانا لابس اشيك بدلة عندي وبعدها عدت على ترابيزة وزيزي بتدي الترقص قمت ورميت عليها فلوس كتير قوي حسيت ان يعنيها بدأت تزغلل وبعد ما خلصت رأس اللي اتها راح تغيرت قدومها وجات عشان تقعد معايا الكرسي ده فاضي؟ ولو مش فاضي يفضع عشان القمر شكرا يا عصام عصام الشفعي الله اسمك حلو قوي انا زيزي مش احلى منك يا نجمة كنت هاي لو انت بترقصي دي مجاملة جميلة مقدرش عليها بس نقدر اول مرة لك هنا وتأكد انها مش هتكون اخر مرة اول ما قلت لها كده ضحكت ضحكة مش تمام عرفت ان انا قدرت تجذب انتبهها وفي البيت ادهم وامر بيت خنقه كالعيدة والكبار قاعدين وحسين بملل قال لي هي الخنقة على ايه المراضي بصي هي كذا خنقة كده في بعض ما تقول لهم في المطبخ يعملون نفشار بقول لك ايه ما تجي نروح نتفرج على فيلم ابن حميدو اه انا بحب الفيلم ده وانا كمان وفعلا امو الكبار يروحوا يتفرجوا على الفيلم ويسابوا ادهم وامر عمالين يتخنقوا مع بعض علشان بتزعل لما انتقم منك بصوا داني لسه حمرة بسببك تستاهلي تستاهلي يا بتاعة عصومي يا معفنة لا بجد انت مش طبيعي قلتلك مفيش بيني وبينه اي حاجة بقول لك ايه من النهار ده مفيش شركة مفيش شغل انا بس اللي هشتغل هي سلام يعني ايه هتحبسني في البيت يعني ولا هتحبسني ايوه هحبسك بتغير علي اول ما قلت له كده ما ردش علي فدلي فكر شوية وبعد كده قال لي لا طبعا علشان بس منظري قدام الناس طب انا بقى هروح الشركة وغزبن عنك وهكلم عصومي كمان وانت بقى اعمل اللي تعمله قلت له كده ولقيته رح لفف الحزام حوالين ايده تلع تجري على قطي والحد هنا بتكون خلصت حلقتنا استنوني في الحلقة الاخيرة وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرز عشان يصلكم اشعار لكل قصة قديدة ترجمة نانسي قنقر